بعد أشهر من الصراع النفطي وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية وتراجع الطلب مقابل العرض على الخام بالسوق العالمي نتيجة جمود الصناعة والأسواء بسبب فيروس كورونا أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومجموعة أوبك بلاس أنه البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك تفاهمت على خفض الانتاج العالمي بأيار وحزيران بنسبة 10 مليون برميل يوميا الشي اللي بعادل 20% من الامدادات العالمية وحتخفض موسكو والرياض انتاجها بشكل خاص بنسبة 23% وابتداء من أيار حينجو حوالة 8 مليون و500 ألف برميل يوميا وبنص الاتفاق كمان على أنه يتراجع الخفض لـ 8 مليون برميل يوميا من تموز لكانون الأول ولـ 6 مليون برميل بين كانون الثاني 2021 ونيسان 2022 إذن بعد انهيار سعر برميل للنفط الخام لمستويات إياسية وصلت لها أقل من 20 دولار للبرميل قدرت الدول المعنية توصل لحل المشكلة بعد اجتماع طويل بالدائرة المغلقة لكن هالحل بيتطلب بعد موافقة المكسيك لا يدخل حيز التنفيذ الخبير الاقتصادي جاسم عجيئة اتحدث تليفزيون نشرة عن الأسباب الرئيسية اللي دفعت الدول المصدرة للنفط للتوصل لها الاتفاق شغلة كتير مهمة قصة انغفاض الانتاج لأنه إذا بدك صار في خطر حقيقي فعلي على كل الدول الدول المنتجة للنفط ما بقى فيها حتى تساعد حالة اقتصاداتها ما بتحمل يعني مدخولها الاساسي هو من النفط اكيد رح يخترب بيتهم من وراء انخفاض اسعار للنفط هي اول نقطة تاني نقطة انخفاض قدرة هاو الدول المالية بتمنعهم انه يساعدوا غيرهم لأنه الاولوية اكيد لشعوبهم واللي ببرر هالعمر انه اليوم ما فيه نشاط اقتصادي يعني حتى لو قلي سعر النفط ما رح يكون فيه كلفة على الاقتصاد لأنه ما فيه نشاط اقتصادي الدول مش عم تشتغل يعني الدول شبه واقفة لذلك انا باعتقادي كان سهل الاتفاق الى حد معين نظرا للضرر الكبير ونظرا انه تخفيض الانتاج ما بيأثر هلأ بالوقت الحالي على الامور لانه السوق مش موجود باعتقادي للشخصة كل الدول رح تلتزم بما فيهن المكسيكي بالنسبة لبعض الدول شكل انخفاض سعر برميل النفط 65% تهديد وجوده فموازناتها القائمة اساسا على القطاع النفطي مش قادرة تحمل هالحجم من الخسائر ومن الطبيعي تسجل موازنات هالدول عجز بدت اضطار تغطي عبر اصدار سندات خزينة لكن اليوم بسبب كورونا اتعطلت الاسواق المالية وبالتالي ما فيه امكانية حتى لا اصدار سندات الدان ومن المتوقع انه يأثر الاتفاق بشكل مباشر على ثلاث دول اساسية هي روسيا وسعودية وامريكا وبهالاطار بأكد الخبير الروسي بمجال سياسات الطاقة استانيسلاف ميتراخوفيتش انه الاتفاق حيريح موسكو لكنه ما بمثل حال نهائي لكل المشاكل مهما بلغ حجم خفض الانتاج الحالي وبيشير الى انه الاتفاق حيبقى قليل بالنسبة للعرض والطلب اما الرياض بحسب خبرى سعوديين فهي رادية مبدئيا عن النتيجة خاصة بعد ما اضطرت تخفض الانفاق بموازنتها بقيمة 50 مليار دولار نتيجة تراجع اسعار النفط المستفيد الثالث هو امريكا اللي حزر 48 من نوابة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بانه التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدان حيكون معرض للخطر بحال فشلة المملكة بمعالجة ازمة النفط الحالية وخفض الانتاج واعادة التوازن لأسوأ الطاقة هي بتستفيد وما بتستفيد اثنين سوا امريكا اليوم هي المنتج الاول للنفط بالعالم 14 مليون برمير بالنهار ومعظم هذا النفط صار نفط صخري نفط صخري كلفته عالية بس تنزل اسعار النفط بيقضوا على الشركات النفطية الامريكية بازال المعادلة سهلة لما بيطلع وعد بيقولك انه عم تقسوا امريكا بعدم اتفاع كونه ولانه في شركاتهم النفطية عم تخسر من جهة المقابلة اذا يتفقوا بنسبة معينة بيرجعوا بيرضوا بيخففوا العرض بالسوق بيعلى السعر بتصير الشركات الامريكية تستفيد بالمصاريع اكتر لذلك امريكا كان عندها مصلحة انه يتفقوا هلأ بالنتيجة اتفاق الدول المصدرة للنفط كان بمثابة وين وين سوليوشن فكل الدول تعتبر ربحاني فيه والاهم انه اعطى بصيص امل لان تعاش منتظر باداء الاقتصاد العالمي اللي عم بنازع بسبب فيروس كورونا فهل حتستعيد اسواء النفط توازنها وتكون بداية الحد من الخسائل الاقتصادية بالعالم نادر عز الدين تليفزيون نشرة ما تنسوا تعلنوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك ترجمة نانسي قنقر